في مديرية الغير الواقعة في الجنوب الشرقي لمحافظة الجوف يعيش الأطفال بمنعزل عن الحياة التعليمية بعد أن مكثت عصابات الحوث والمخلوع لفترة ما يقارب العامين في المنطقة بعد السيطرة عليها وتدمير أغلب المدارس فيها لكن الحياة بدأت تعود إليها تدريجيا في منطقة السلامات الواقعة شرق المديرية وبجهود من فاعلي الخير أنشئ مركز الإمام بن كثير لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية وذلك للحفاظ على الأطفال من الأفكار المنحرفة وإبعادهم عن أجواء الحرب التي مارسها الإنقلابيون على مناطق اليمن بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس في هذا المركز المبارك مركز الإمام بن كثير لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية قمنا بتأسيسه بالتعاون مع الخيرين والمحسنين في هذه المديرية مديرية الغيل بعدما تحررت من الحوثيين وهذه المديرية في أمس الحاجة لتعليم الأبنائها القرآن الكريم والسنة النبوية لأنها تعاني من الجهل وتعاني من ضعف التعليم وقلة المتعلمين وقلة العلماء ولا زنة وبهذا الجيل إن شاء الله عز وجل سنحقق شدمة لأمتنا والمجتمعنا بجهود ذاتية يعمل هذا المركز الذي لم يكتمل بنائه بعد ويفتقد إلى أبسط مقاوماته نظرا لعدم وجود جهات تقوم بدعمه وكفالة العاملين فيه وتفعيل الأنشطة والبرامج إلا أن دور الأهالي في المنطقة كان حاضرا حيث وهبوا أرضية هذا المركز دون مقابل وذلك لاحتوى أبنائهم الذي يتزايد توافودهم بشكل كبير فضل الله سبحانه وتعالى هذا المركز يقام فيه حلقة كتاب الله عز وجل مكونا كما ترون أربع حلقات إضافة إلى القرآن الكريم المصاحبة بالعلوم الشرعية بالإضافة إلى هذه البرامج يعني تقام دوري رياضي والهدف في مثل هذه البيئة أفكار الهدامة طبعا هذا أول مركز يبنى في مديرية الغيل يحتاج إلى ترميم وإلى مطبخ وهذه الساحة والمكيفات خصوصا مع هذا الحر لا نستطيع أن نجلس داخل الغرف أو المجلس من كثرة الحر الذي ينزل يرسل هذا المركز رسالة إلى أهالي الخير وصانعي المعروف لمساعدة هؤلاء الأطفال والوقوف إلى جانبهم وتعويضهم عما لحق بهم من حرب الإنقلابيين ولكي تعود الحياة إلى مديرية الغيل بشكل عام صالح مبهوت لقناة سهيل محافظة الجوف